السلام عليكم مشاهدين الكرام فاتح القادم ترقو ثلاثة المواضيع في إطار الأحداث المهمة لعرفتها الساحة المغاربية والدولية وخاصة ما تتعلق بقضية السحراء المغربية النقطة الأولى وهو نتكلمو على الحالة دي الشاب اللي لاحش مدى حارقة في الموكب الملكي والطرحة مجموعة من الأسئلة حول الدوافع والهوية والتانيا واشاشي صحيح ولمشي صحيح الجانب التاني وهو نترقو المسألة البدعة السياسية لذاتها الجزائر لما استدعات ممتلين دي الدول الأوروبية اللي كان عندها موقف معين من محكمة العدل الأوروبية الموضوع الثالث وهو أن ناضو الكراغيلة كيتكلمو وكيحاولو يرضو على سيادهم وخاصة الخطاب الملكي السامي للخاصاح بجلال الملك محمد السادس صلى الله عليه يوم جمعة المصارين بشي فتتح السنة الشعية دي البرلمان المغربي السلام عليكم بالنسبة للخبر دي المواطن المغربي اللي اعتارد الموكب الملكي بإلقاء قنينة دي النار قبل ما يدوز الموكب الملكي فطبعا كان برح فيديو تدول في مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا في مثل هذه الأحداث الإنسان كتريت لما تم بغيش نشهره في أول مرة لأن تريت لأن بعد المرة تكون فيديوهات مركبة ومفبركة تانيا أن أعداء وخصوم أحداثنا الترابية وأعداء المغرب أنهم كيف يبركوا واحد المسائي كثيرة بشي خلقوا البلبلة وطبعا خاصة من ما كتعلق بالأمور الملكية لابد الإنسان يتريت وخاصة الحادث بحال هذا فطبعا تأكدناه بعدما انشرت واحد مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك منابر إعلامية وصحفية الخبر فأتأكد بالفعلا أنه الموكب الملكي كان متوجه دجاتي معينة في الرباط وقبل ما يوصل بتواني واحد من الجمهور يعني رماء قنينة أو رماء واحد المادة مشتعلة بالنار وطبعا أتأكد بأنه فعلا هذاك مواطن مغربي المساء يوم الأحد بشوارع الرباط وأنه بالرجوع إلى واقع الحادث الأمر كانت تعلق بشخص بدأت تظهر عليه علامات الخالة العقلي من حولة السنوات وكيعيش في خيال لمتناهي يحتوصل به الأمر إلى الدعاء أنه من العائلة الملكية وفي تصريح لوالد هذا الشاب أكد هذا المعطى وبأنه ولده يرفض عرضه على اختصاصه نفسي بشتخص الحالة ديالو منذ بداية الأعراض النفسية مشيرا أن العائلة ديالو بدورها كتعيش معه أزمة وصراعة دائمة بسبب تخيولات ديالو كلامه غير المنطقي وخوفنا على التنمي أنه بشي درسرد الفعل العانيفة ربما يدى تكون شي حاجة اللي تمس السلامة ديالو أو السلامة ديالو وكذلك أن وليد الشاب أكد على أنه عرض ولده مؤخرا على طبيب عام وأكد له تعاطي ولد ديالو المخدرات وهذا تعاطي المخدرات هو وراء الخلال العقلي اللي كيعيش ولده وقال لي بأنه ضرورة أعرضه على أخي الصائي نفسي وهذه المسألة هي اللي يرفضها الولد ديالو وكذلك أكد مصدر أمني أنه معني بالأمر كيعيش في الترى بنفسي بدأت عليه بدأت تظهر عليه أثناء التحقيقات حيث كيقول إلا أنه نجمة في السماء هي اللي كتقيديه وأنه من العائلة الملكية ومن نسل النبي يعقوب وأن إقدامه على رشق الموكب الملكي بذلك المادة المشتعلة غير باش يتفت لانتباه ديال صاحب جلال الملك محمد السادس وباش يتعرف عليه أكثر يعني شوف الخيال دياله شوف المسائل وهذه وقفات تالي وقفاته العناصر الأمنية وعرضته على أنظار لياب العامة لأمراض بإذاعه المشفى الأمراض النفسية الرازي باش تتعرض على أخصائي نفسي في انتظار ما سيتم اتخاذ من القرار في جئنه هنا هاد الحدث طبعا فيما كان صدق كان لعدو كان مع الأسف بعد أبناء جلدتنا لكسمهم معارضين كسموا نفسهم معارضين في الخارج أنهم تناولوا هاد المسألة هدي وحاولوا يطور وحوروها على حساب ذلك الشي اللي بغين هو ويسوقوها بطريقة اللي بغينها منهم أمثل إني أسماء ما نبغوش نتقروها نعطوها حتى شي 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 قيمة وباش نتقوها على جاس أسمائنا ومنهم كي يقول بأنه هديك المختل أنه كي ينتمي إلى منطقة ديال الريف وكذا وكي ربطوا عطينا هاد مسائل بأبناء الريف الوضعية ديال الريف وعلاقتهم ب الدولة أو بالنظام بصفة عامة وكذلك أنه ناضس بعد الأبواق ذي الخصوم حتى الترابية وخاصة الكراغلة أنهم يخدوا هاد نوع من الأخبار باش يسوقوها ويحاولوا يمسوا من سمعة المغرب ومن النظام الملكي هما ما غادي ديوا أخي برد إذن بعد الانهزمة المتقررة للنظام الجزائري وصل إلى واحدة درجة كبيرة من قضية ديك المدبوح ومؤخرا ذكرات وكالة الأنباء الجزائري يعني أن وزارة الخارجية استدعاة مبتلين ديال الدول الأوروبية اللي كان عندها موقف معين من محكمة العدل الأوروبية اللي قالت بأنه لابد ذلك الاتفاقية مع المغرب وخصت تلغى ما خصت تشمل الأقاليم الجنوبية وطبعا هذه المسألة ترت انتباه كبير خاصة أنه مضمون أشير ذكرات وكالة الأنباء الجزائرية أولا ما بينتناش وكالة الأنباء الجزائرية شكون هاد السفراء اللي حضروا وشكون يتكلم معهم وشكون يتحاور معهم هذي أولا ثانيا كتتطرح السؤال حول الصفة باش هاد الجزائر كتقوم باستدعاء هاد مصفراء ديال هاد الدول الأوروبية وكتتفسرهم بأي منطق وهي كتقول بأنه معندها تشي علاقة مع صحراء ومعندهاش يعني مش معنية بالمشكيل وما كتهمهاش وكذا 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 فالشي كتتفسر بمعنى أنه كتفسر شي حاجة لكتهمها احنا كنشوفه مثلا متعلن كيكون مشكل مع جزائر ما بين جزائر وإسبانيا الجزائر كتستعي السفير ديلها من إسبانيا اللي التشاور أو كتستعي السفير إسبانيا في الجزائر باش كتتسولوا على الموقف الإسباني هاد القضية لأن مسألة كتعلق بها هي ولكن مسألة ما كتعلقش بها ما كتعلقش بالطراب ديلها ما عنده شي علاقة بها ولكن الجزائر كتأكد بأنه كتحشر نفها في هاد الأمور كتقول وكالة الأنباء الجزائرية أن هاد هاد السفراء إني صدر عليهم واحد تصريح كيبال أنه شي غريب غريب زاف حيث قالوا بعد هاد المبتلين لأن هاد البيانات الصادرة على دول ديلهم لا تعني بأي حال من الأحوال معارضهم القرارات التي اتخذتها المحكامة أو رغبتهم في عدم مراعاتها بالمستقبل كما يروجوا لها المخزن المغربي مشددين على أن دولهم متنزمة بقرارة محكمة العدل الأوروبية وزادوا كذلك وقالوا هاد مسألة لكتبعنا أنها غريبة أن بعض هؤلاء السفراء أبدوا دهشتهم عند قراءة محتوى البيان الصحفي الصادر عن المفوضة الأوروبية وهو بيان صحفي غلب شريعة متعاقدين على الأحكام التي نطقت بها على هيئة قضائية أوروبية بمعنى أنها هاد الشي اللي جابت وكانت الأنباء الجزائرية كتحاول أنها تجيب واحد الحاجة اللي كتناسب الأطروح هذه لها وكتنسبها لهاد السفراء فالسفير كيف ما بغي يكون السفير كيمتل بلاده كيمتل سياسة بلاده يسهر على تنفيذها وعلى شرحها ما يمكنش غاديشي السفير ويعارض مواقف ديال الدولة دياله وما يمكنش غاديشي حاجة في حق الدولة دياله ومشي هديك ويعطيش تفسيرات فإذا كانت هالدول دياله بيانت بأنه معارضة لقرار محكمة العدل العدل الأوروبية فما يقوله بأنه دولتنا معارضة هاد مسألة وما مفقهاش هالش 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 أما بشي يقول مسألة وحدة أخرى رغم شي معقول إذن التعليقات اللي راجد كل معظمها تؤكد وتجمع على أن هذه بضعة ديبلوماسية أو بضعة سياسية وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار بمعنى أن الجزائر أعطت لنفسها وحد القيمة كبيرة اللي ما ما عندهاش وما عنده الصفة باش تستعيم هاد الصفراء على وحد الموضوع لا يهمها هناك أتأكد بأنه الجزائر حاشرة نفاوة أنه هي المعنية بالدرجة الأولى بمشكل الصحراء المغربية لماذا تكرنا سابقا أنه كل شي اللي كيدلوا المغرب أو أي نجاح كيكسبوا المغرب فكتخلي كابرانات فرنسا في الجزائر كي شو هم هادوك دائما لنرقصة ديك المدموع فكنت ذكر على أنه صاحب جلال الملك محمد السادي سنصره الله القاخي طاب ملكي فتتح به سنة شريعية ذي للبرلمان وخصصوا لقادي الصحراء المغربية وأكد على مسائل مهمة جدا طبعا هذا كلام كله مغاش يعجب كابرانات فرنسا في الجزائر ناضط وكات الأنبأ الجزائرية كتعلق وتعليقات يعني سخيفة مستوى هزيل وكما يقول دائما بدعة ديبلوماسية أو بدعة إعلامية أو بدعة سياسية بحيث أنه كتعطي نفسها الجرأ أنه تتجرأ على سيدها وعلى سيادها في المغرب وكتقول على أنه وكالة الأنبأ الجزائرية على أنه أن الريباط على أن محمد السادس وعلى غير عادته خصص خطابا كاملا لقضية الصحراء الغربية مشيرة إلى أنه لم يكن يتطرق سابقا لهذا الملف في مثل هذه المناسبات التي يفضل فيها طرح الملفات الداخلية التي تعني الحياة اليومية للشعب المغربي ما الذي حدث حتى يتخلى العاهل المغربي عن هذا التقليد ويؤسس لسابقة جديدة يتم بموجة بها تخصيص الخطاب الملكي الموجة للبرلمان لقضية الصحراء الغربية كليا وليس جزئيا وش أنت كنت شغلك وش حركة صفائدك أشبه حلقة عندك بذلك الموضوع هذه مسألة سيادة وهذا تقليد كيدلو الملك كيدلو جالة الملك وكتش مبغى يخصص الخطاب الملكي ديالو الموضوع معين أو لعدة مواضيع ولا يوجه البرلماني الواحدة للمسألة أو لعدة مسائل يكسب مسألة ديال نحن أشخلكم أشدخلكم في التقليد والتقليد ما غاليش يفهموه التقليد الملكي ما تفهموه شو بعيد عليكم مسألة واحدة أخرى كيدخرها وكتير العجاب على أنه يقول لك أن محمد الثالث لم يجد من عزائل له سوى التمسك برسلات الرئيس الفرنسي ماكرو الذي اعترف له بالسيادة المغربية المزعومة على أراضي الصحراء الغربية مثل ما وجد له في الماضي القريب عزاء في تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب الذي اعترف له هو الآخر بذات السيادة المزعومة والتي سرعانا ما ترجعت عنها الإدارة الأمريكية اللاحقة الله كبار الله يودي هذه مسألة للرسالة ديال ماكرو حرقتكم بزا فخلتكم تكتكوما تستطيعوش تصبروا أما بالنسبة بشن الرجوع اللي كانت سميتها التغريدة ديال ترامب هذا الموقف للوئة المتحدة الأمريكية وما زال كاين وهي غسة للوئة المتحدة الأمريكية في الجزائر أكدت هذه المسألة وما ترجعتش عليها الوئة المتحدة الأمريكية بالعكس أن أكدتها وكنشوفوا العلاقات ما بين المغرب والوئة المتحدة الأمريكية في خط تصاعدي وفي تنامي وفي تحقيق واحد مجموعة من الأمور والمصالح والإفادة للطرفين جوجهم والوكالة الأنباء الجزائري يعني ختماتها ترها ديالة وهي كان بزاف ما شنقف عندها على أنه اعتبرت الوكالة الجزائري أن شهر أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على الحقيقة اللي طال لإنكارها وأشرت على أن القضية الصحراوية ما زالت مطروحة وحلها يقتضي الإنخراط جدي في مفاوضة مباشرة مع الممثل الشرعي والوحيد الشعب الصحراوي جمهة البوليساريو حتى نأكد وكنعاود بأنه ممثل الشركة تسميه الشعب الصحراوي نحن نسميه السكان أقالي من الجنوبية وهما المنتخبين اللي صوتوا عليهم بطريقة ديمقراطية سواء في جماعات الترابية المحلية والإقليمية أو الجهوية أو في البرلمان أو في مؤسسات أخرى كما أنه شهر أكتوبر هو في إعلان الشهر اللي كتأكد فيه لأم التحيدها عن طريق عن طريق مجلس الأمن تأكيدها على الحل السياسي اللي كترفضوه انتما وكترفضوه المرتزقة البوليساريو حل سياسي وكل شيء كيأكد عليه وخاصة أن المغرب قد تقدم باقتراح دي الحكم داتي اللي كيحضاب واحد دعم كبير والتأييد كبير واحد من جموعة من الدول وغدك الشيغالي في جي تصاعد وغدك الشيغالي يخل لكم تديروا هذا رقصة ديك المدموع وهذا الشيء سيتأكد كذلك في هذا أكتوبر في نهاية أكتوبر اللي قد يترسل الموضوع اللي لبكين جزائرها عضو في مجلس الأمن بصفة يعني مؤقتة غير دائمة وحنا عنا عرفه على أنه قد يكون موقف يا إما لأن القرار راكتحرروا الوئة المتحدة الأمريكية يا صاحبة القلم وأكيد أن الجزائر سترفض مقبلك أن القودة كانت مؤيدين وكان ينجوش كمتال عن التصويت كانت تكون روسيا وكانت تكون جنوب إفريقيا أو دولة أخرى اليوم كان روسيا وكان الجزائر روسيا أكيد أن ستكون عندها دائما موقف لصالح الطرح المغربي والجزائر سترفض ستبه بأنها رفضت وأنها ما تبغيش وأنها كذا وأنها كذا ستتأكد في مجلس الأمن المغربية وغالي يكون أكيد لأنه قرار للمجلس الأمن في صالح السلام السلم والسلام في الصحراء المغربية لكي يساهم المغرب في تثبيته وترسيخه خدمة للشعوب المغربية ولكم على الأسف جنرالة فرنسا في الجزائر لهم رأي خاص وما غده شكرا تسمعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته